ذهب مع أمه لزيارة خواله فقتلوه جعفر ذو ثلاثة عشر عاما ضحية جديدة لمنجر الصلاح المنفلت حديثة حصرت في منطقة العبيدي ببغداد وتفصيلاتها تروى على لسان والد الضحية ورح الخوال خطار ومعاتهم قضيهم ويعمامهم جمعين إسلاح نعم جمعين إسلاح وإسلاحهم كل ما مرخص كل منفلت شون اللي صار هم ضربوا إبني هسا بيناتهم مشاقين باتم معرف ضربت إبني من الخلف والأدلة وطنية الصور قال عميها إبنك بضرب عن بعد أمتار نعم داخل البيت نعم داخل البيت وبعد ما رحنا إنه رحنا نشوف يعني مكان الجريمة شفنا مكان مخسول مكان السحل ما يقارب أكثر من عشرة متر أكثر ويا أبا الأدلة الجنائية رضا بالسحرين بالشارع طلعين من مكان الجريمة طلعوا بره حتى ولا يبين عنهم أنه يتهمون به هذا واحد الثاني سلاح هنا رحنا نختيف السلاح خوالوا جعفر والمتهمون بقته كما يقول واليده هريبين منذ لحظة الحادثة وحتى الآن دعوة قضائية رفعتها عائلة المقتولي ردهم وتطالب جهات المعنية بإلقاء القبض عليهم وإنهاء ظاهرة السلاح المنفلت وحصر السلاح بيد الدولة الشاردين ما أحد يعرف بهم ما نعرف بهم ما نعرف بهم إحنا لو نعرف بهم كان رحنا جبناهم وسلناهم للدولة حقيقة يعني بس ما نعرف بهم شو طالبوا؟ نطالب بالدولة طالب السيد وزير الوزراء المحترام السيد وزير الداخلية والمسؤولين في الدولة يقضون القابط عليهم كالسح كاتلهم ما حير الجثة بشعم كمومة يريد حل الدولة يسوي لحل حل يسوي لنا يسوي لنا حل تشابه العديد من قصص ضحايا السلاح المنفلت ظاهرة كورم خبيث تأخر استئصاله فأخذ بالانتشار وجهات المعنية مطالبة وفق مختصين بوضع رادع لها ولما تولده من نزاعات مسلحة وجرائم تفتك بالمجتمع من العاصمة بغداد بدر ركابي التغيير ترجمة نانسي قنقر